اهلا بك عزيزينا المشاهد في حلقة من حلقة قناة نقاط عصفيري الزينة النهاردة نتكلم عن اشعة الشمس في ويدها لطيور الزينة ابقى معنا عندما تعرض جسم الطائر لأشعة الشمس بيقوم جسم الطائر بشكل طبيعي بانتاج فيتامين دال هذا الفيتامين بيلعب دور هام وحيوي في امتصاص الجسم للكلسم اللي بيتناوله الطائر عن طريق ازام الحبر او السبية او البيض المسلوق او مطحون اشر البيض اشعة الشمس بتقي كمان الطيور من القساح وبتقيها من تشوهات العزام خاصة في الفروخ كمان تعريض الطائر للشمس بينشط الجلد ويبطر الحشرات زي الفاش وبيساعد على علاج الحبوب والقرح في الارجل او الجلد وبيساعد على نمو ونظارة الريش ولمع للطيور كمان غدة دهنية على ظهراء اسفل الظهر عندما انبت ريش الدل الغدة دي بتنشر بمجرد تعرضها لاتشعة الشمس وبيتطلع افرازاتها فبتقوم الطيور بحكها بالمنعير وبتنظيف الريش وتنشر هذه المادة الدهنية على اجسامها مما يعطي الريش اللمعان ويعطيه البريق كمان للشمس دور كبير في قيام الحسون بعملية القلش وفي الخصوبة وبيقي الطيور كثير من الفطريات والامراض ان عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واعمل اشتراك للقناة عشان تصلك كل فيديوهاتنا انا هنجاوب على كل الاسئلة والاسفترات اللي هتصلنا عن طريق التعليقات ياريت لو مشتركتش تشترك في قناتنا شرف كبير لنا انك تكون عضو في قناتنا الى اللقاء في فيديو اخر تقبل تحياتي صبر امين من قناتك وقناتها صفير الزينة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة